فناننا هو سفير القدود الحلبية، فنان سوري قادم من المغرب غنى بدور أوبيرا حول العالم بفرنسا، بمصر، وبعمان وأيضاً غنى بمهرجانات كبرى حول العالم خلينا نتعرف مع بعض على ضيفنا الفنان بدر رامي صباح الخير أستاذ بدر؟ الله يسعد صباحكم جميعاً وصباح النور ستراندا صباح النور ستراندا، صباح النور لكل متابعينا الحلوين عن طريق قناة رؤية وهالبرنامج الحلو الزاكي اللذيز اللي كلنا منحبه زاكي صح أكيد، زاكي مثلكم، مثل شعب الأردن الحبيب وهالأرض الطيبة منشكركم على حسن الاستقبال وإن شاء الله يا رب هيك منشوف المملكة الأردنية الهاشمية دائماً بالعز والتقدم الازدهار، والله يخلي لنا جالة ملك عبد الله الثاني وإن شاء الله لكل شعب الأردن الحبيب شكراً كثير، الله يسعد صباحكم أهلاً وسهلاً فيك ومنورنا، وكان هناك حفل يعني رائع جمعك بجمهورك الأردنية تحدثنا بداية عن الحفل وبعدين نرجع نحكي عن هذا السر وتعلق بالقدود الحلبية والله أنا كتير اشتقت طبعاً جمهورنا لحبيب الأردن اشتقت لجمهور العربي بشكل عام يعني اللي منحبه وبيحبنا الحمد لله كان حفل جميل جداً وناجح يعني ما فيني أشكر يعني الجمهور اللي بيحكم عن هذا الشي بس الحمد لله كان أكيد جمهور مختلف من جنسيات مختلفة عربية من الأردن، يجو ناس من فلسطين، يجو ناس من لبنان حضروا الحمد لله الناس اشتقت خصوصاً بعد فترة الكورونا هالأزمة العالمية مش عربية بس عالمية الناس اشتقت كتير لتسمع الطرف وتسمع القدود ترجع للأصل لأن الأصل هو اللي بيدوم مية بالمية ودائماً منقول الفن الأصيل يبقى ويدوم هلأ فنان بدر لما ولدت كصديق العائلة الله يرحمه صباح فخري قدن على سمعك وقدمك مرة بأحد الحفلات بالألفين وتسعة وقال هذا نجم يعني رح يكون نجم بالألفين وتسعة يعني قبل 13 سنة تقريباً وقال بيغني يقول للمليحة أحسن مني هيك قال وفي عندنا تسجيل موسق لهذا الشي نعم احنا ما حطيناها لليوم يعني هاي مسؤولية كبيرة بفكر ولكن بداية كتير ناس بتسألوا ليش القدود الحلبية أو ما هي القدود الحلبية لماذا سميت بهذا الاسم فمحب تعرفنا عليها شوفي يعني سبحان الله القدود الحلبية عمرها يعني فينا نقول أكتر من 1500 سنة يعني هي موجودة قبل الأندلس موجودة موجودة بس اتطورت وهي صنعت في الأندلس وبعدين امتدت لعنى ببلاد الشام موجودة كتير يعني فيك تقولي بسوريا والأردن واللبنان والفلسطين بس اتطورت بحلب وأخدت اللمسة الحلبية لأنه حلب اهتمت بهذا اللون وشوفي سبحان الله بتضل لون متجدد بتجدد تتجدد لحالها يعني اليوم الشباب بيحبوها لما بتقودي بتسمعيهم مثلا يا مال الشام بتسمعيهم مثلا مالك يا حلوة مالك يعني بتلاقيها أغاني خفيفة وتدخل للقلب وفيها روح شبابية رهجة يعني مش انه يعني الانسان بيضل قاعد عم بسمع بتحسي حالك بتصير هيك بتتمايلي احنا حاله لا شعوريا بتفاعل معها نعم احنا حابين ندخل أكثر بتفاصيل هذا الالفان ويعني أسماء قليلة اللي قدرت بالفعل تأديه بالشكل المطلوب وحضرتك منهم بس حابين نسمع عايشة في البداية على الراس والعين بتحبوا نسمعكم قصيدة عبارة عن موال قل المليحة مثلا يعني يالله منقلكم فيها صباح الخير من صباح وحضرتكم تعرفوا انه أغلب الفنانين ما بيحبوا يغنوا الصباح فما تأخذوني يعني ما شاء الله عليك احنا شو بدك منجهز لك بدك ميسخنة بدك شو ما بدك جهزي انا بيكفيني هالقاعدة الحلوة الله يخلي انا قاعد قدام العسل الله يصنع داك خليكم يا رب تفضل قل للمليحة في الخمار الأسودي ماذا فعلت بناسكم متعبدي قل للمليحة قل للمليحة قل للمليحة في الخمار الأسودي ماذا فعلت بناسكم متعبدي قل للمليحة والصباح الخير على أصوله يعني يسلم هالصوت بالفعل استاذ بدر صوت رائع القدود الحلبية لما كنا عم نحكي أن أسماء قليلة قدرت أنها تقدمها بالشكل اللائق بنا نرجع لأصل التسمية القد نعم في بعض الأشخاص بيحكوها على قدر أغنية شائعة وفي ناس بيربطوها على قد مربوطة بالمرأة كلا المعنايين صحيحين بس هي الأصل التسمية العلمية هي المربوطة على القد القد القدر قد الكلام قد اللحن هي الأصول يقال أنه كان الأصل من الصوفي والتجليات الإبتهالات وهذا بس ممكن كان في قصائد غزلية مثلا وشلنا الكلام الأول وحطينا كلام قد الكلام الغزل الأول بس حطيناه صوفي صارت قدود صارت قد نعم بس في نفس الوقت كمان على قد البنت الجميلة المياسة قدوك المياسة يا عمري نعم هذا صحيح بس ليش صعب إداءها؟ مش سهل هي السهل الممتنع هلأ ممكن تسمعي قدود مثلا ممكن نقول مثلا مالك يا حلوى مالك هو الغرم غير حالك شو بتلاقيها هلأ بتلاقيها سهلة بس هي مش سهلية صعبة يعني طبقات الصوت قريبة من بعض يعني الجملتين فيها حس بس لازم الإنسان المطرب لازم دائما ينتبه ويسمع شو عم بقول نعم بعض الباحثين في الموسيقى صنفوا القدود إنها بمرتبة ثانية من الموشحات لو بدنا نسأل عن الفروقات بين تأدية هذه القدود وبين تأدية الموشحات بصعوبتها وبعمقها الموشح أول شي هذا أصله أندلسي مية بالمية متفق عليه ونشأ بالأندلس ويعني من عهد الأمويين إلى ثم مع بعد ذلك لليوم والسمية بالموشح لأنه شافوه زي الوشاح يعني مثل الوشاح بتلبس وشاح مثل إذا جلالت ملك وشح وزير أو فنان أو هذا الموشح لأنه شي سامي جدا شراقي فسموه موشح لأنه عنده خانات منتظمة عنده حركات خاصة فيه ما فينا نشرح أكتر من هذا الشي لأنه الموضوع قد يطول القدود هي يعني فينا نقول من روح الموشحات بس بباب تانية يعني نحن شرحنا شو هي القدود بس للعلم أنه اليوم القدود الحلبية سنة 2021 أدرجت في منظمة اليونسكو الدولية كتراث عالمي إنساني وهذا الشي يدعو للفخر طبعا والحمد لله يعني كله كان الفضل أولاً لربنا والفضل الثاني كان بيرجع للأستاذ المرحوم صباح فخري الله يرحمه وقال لي طبعاً نشرها بالعالم وكان حتى الأجانب بيصاروا يسمعوا قدود حلبية أنا لما رحت لغنيت بدار الأوبرا بليل بفرنسا كان نص الجمهور فرنسي وبتحسيهم عم بيسمعوا تفعلين نعم عم بتزوقوا قالوا لي يعني عم بسلموا علي بعد الحفلة غنيت شي ساعتين ونص تقريباً قالوا لي إحنا ما عم نفهم الكلام شو عم تقول بس عم نحس أنه في عمق وفي محبة وفي تراث في شي هيك زاكي في شي تقيل لأكدنا أنه الموسيقى لغة عالمية لغة عالمية كنا نتمنى أنه اللغة العالمية يعني كانت هي الموسيقى كنا بألف خير كنا نتبهى في وحدة خالة من زمان نعم طيب إيش تحب تسمعنا هلأ؟ منسمعكم يامال الشام اوكي احنا لست قدامنا حوار بس لازم نسمع يامال الشام نسمعكم يامال الشام يالله وبعده منسمع شغلة تانية يامال على رأسي وعيني يامال الشام ويا الله يا مالي طال المطال يا حلوة تعالي يامال الشام ويا الله يا مالي طال المطال يا حلوة تعالي يا مال الشام على بالي أواكي أحلى زمان أضيت معاكي أحلى زمان أضيت معاكي وادعتيني وعاتيني ما تنسيني ولا أنساكي مهما تغيب سنين وليالي يا مال الشام ويا الله يا مالي طال المطال يا حلوة تعالي يعني يسلم أصد حدا الدنيا لسا الصبح الله يسلم يعني عن فت وما يعني ما هم حق مبارحنا سميت ريكوك يعني سميت ضليت ساحل أشكر الله أنا أنا كتير بشكر بحب أعبر عن شكري وأوجه يعني شكر خاص للمنظم لأستاذ حنة واللي جمعنا جمعنا بهالظروف الحلوة بهالحفلة الحلوة وبشكر كل الحاضرين وكل الجمهور وكل المتابعين وكل المساندين وبشكركم أنتو كمان نحن بنشكرك لالتساقك بهذا اللون يعني موضوع التراب وموضوع قدية اللون الشامي هلأ مع اللي عم نسمعه المينسترين زي ما بيحكوا انتقاء هذه النوعية أيضا كلون فني صعب صحيح أستاذ دي أقول لحضرتك شغلي إذا اليوم مثلا أنا وأعوذ بالله من قلت أنا إذا أنا ما حافظت وحاولت أحافظ على استمرارية هذا اللون مين بده يحافظ في أكيد في مطربين من حييهم من وجلهم تحية بس اليوم أنا عم بحكي عن نفسي نعم عن نفسي أنا عم بحاول أحافظ عليه بشكله الأصلي ما بدنا يعني بعد المرات إذا طورت طورت ممكن تضيع نعم فإحنا منتمنى أنه يضل لعنا الأصل الكونسبت الأصلي ونحاوي نخليه يتماشى لأنه هلأ اليوم من عشر سنين اليوم عفوا من عشر سنين على قلبك من عشر سنين اليوم طور الزمن أكتر من قبل بكتير أسرع نعم بشكل صاروخي صار اليوم عصر السوشيال ميديا وصار المواقع التواصل أثر هذا على التذوق؟ أثر كتير 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 أثر بس الحمد لله عم نشوف لما عم نشوف البرامج الفنية مثلا وعم بيطلعوا هالأصوات الحلوة من كل بقاع العالم العربي بكل الدول يعني بدون من نذكر نعم من المغرب إلى المشرق كلهم عم بيغنوا الطرب مو شرط قدود حلبية أو موشحات أو مواويل بس عم بيغنوا لأم كلثوم عم بيغنوا لعبد الوهاب عم بيغنوا بشكل عام طرب أصيل وهو اللي عم بنجحهم عم بيأخذوا ألقاب بمدرسة الطرب ومدرسة الموشحات والقدود الحلبية تخرجوا مننا الكبار أمثال سيدة أم كلثوم عبد الوهاب درسوا الموشحات وحفظوها والقدود أيضا هلأ الشيخ سيد درويش اللي كان أستاذه لموسيقار الأجيال أستاذ محمد عبد الوهاب الله يرحم الجميع راح على حلب ودرس وتعلم الموشحات ثم بعد ذلك لحن الموشح الشهير يا شادي الألحان يا شادي الألحان شو رأيك نسمعها؟ ميبهلا ميبهلا هو فيه إشي بباله شكل حاضر يسمعنا صح؟ منسمع يا شادي الألحان؟ منذكية؟ كمان بتغني بالفرنسي بتغني بلغات تانية مغني نعم تزير حلو لما غنيت الأبوامة بالفرنسية منغنيها معنى شو بتحب تسمعنا؟ منسمعكم يا شادي الألحان؟ يلا مقطع صغير منا يلا يا شادي الألحان اه أسمعنا رنة العيدان يا لالي يا لالي اه يا لالي رنة العيدان اه أسمعنا اه يا لالي يا لالا اه يا لالي واطرب من في الحان اه وحسبنا من ضمن الندمان يا لالي يا لالا اه يا لالي من ضمن الندمان اه وحسبنا اه اه يا لالي يا لالا يا لالا اه يا لالي أه الحان سيد درويش ولا محمد عبد الحان أستاذ سيد درويش شيخ سيد درويش نعم نعم عنده روح الموشح الأندلسي يعني على نفس النمط في قواعد بالموسيقى العربية إلا قواعد إلا خانات خاصة الموشحات مدروس نعم مش هيك ذا يعني تاع لحن هيك يلا لحن أو حتى يلا كتوب كلمات طبعا في الموضوع مش سهل يعني هو والقدود الحانبية هو لهم حواعد خاصة وهذا اللي بميزهم حضرتك من سوريا نعم ولدت بالمغرب وعشت حياتك في المغرب نعم هذا التنوع بين المغرب العربي إلى المشرق وإنك أيضا من بيت فني تحياتنا للأستاذ رامي زيتوني قديش أيضا أثرة من ثقافتك وعمقك لما بدك تقدم هذا النوع من الموسيقى مثل ما تفضلتي الوسط البيئة المطرب اللي بيعيش فيه بيتشرب منه أكيد طبعا فأنا عائلتي كلها يعني هو مش بس عائلتي هو الحلبية بشكل عام معروف عنه علب أهل الموسيقى أو أهل الفن وطوروا كثير طبعا هذا الشي كله أصولي طب أنا ما عشت بسوريا أبدا ونوجه تحية لسوريا ومتمنى لها إن شاء الله الأمن والأمان وإن شاء الله ولكل وطننا العربي أصلي أكيد لعب دور ودمي الحلبي هذا الشي ورسته عن والدي وعن أجدادي أكيد لعب دور كبير وبالبيت كنا عم نسمع دائما الأشرطة الموشحات والقدود والطرب بشكل عام كنا بنسمع مثل ما قلت لكم يعني لسيدة أم كلسوم لأستاذ صباح فخري الله يرحمه اللي هو قدوتي بالفن وللأساتيز الكبار نعم هذا وطبعا والدي شجعني على هذا الشي ودخلني للمعهد الموسيقي نعم وأثقلت موهبتي بعدين والحمد لله حلو اليوم شاركنا بعدة مهرجانات وحفلات جيدة نعم وإحنا نتمنى أن يكون لك زيارات عديدة قادمة على الأردن ونقدر نستمتع بهذا الفن الأصير اللي بالفعل الكل مش تقله بإذن الله سيكون هذا الشي وأنا بتمنى أني أكون عند حسن ظنكم وحسن ظن جمهورنا الحبيب الغالي بالمملكة الأردنية لهشمية إن شاء الله نورتنا نورتنا أستاذ مدر وكل التوفيق بكل ما هو جديد محفة ترندب نستناك بحفلات وزيرات أكتر إلى الأردن تستميلي تستميلي إحنا بوجودك ما رح نختم على صوتي أنا وردنا لا صوته أحنا كثير بدنا نودع كل اللي بتابعونا ورح نختم بصوتك أستاذ خليلي ياكي أنتو بالعكس أنتو بس كلامكن كله يعني موسيقى كله عسل بنائط إسم الله عليكم وإن شاء الله أنا كثير سعيد حاب أختم بهالكلمة الصغيرة سعيد جدا بهاللقاء الحلو وهالبرنامج الجميل وهالقناة الحلوة وإن شاء الله بتمنى لكم دوام النجاح والازدهار والتقدم والأمن لهالبلد الحلوة الطيبة صوته أحنا كثير ع splwhat وع لكم